السلام عليكم متابعين الكرام. مرحبا بكم. كنتمنى تكونوا بصيحة جيدة. الناس اللي كيشاهدونا لأول مرة. فإلا كنتم ملتمين بالأخبار ديال التعليم ولا للأخبار ديال المغرب بصيفة عامة. اشتركوا معنا. فعلوا زر الجرس باش توصلوا بأي جديد. إذا الإخوان حسب وزارة التربية الوطنية فرسميا نغطى إن شاء الله يوم الاثنين تسعود شوتنبير. غادي يكون انطلاق الدراسة بشكل فعلي وإلزامي بالنسبة للتعليم الأولي. أسلك التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي. وكذلك الثانوي التأهلي بجميع المؤسسات التعليمية بالمغرب. هذا الشيء ما كنتشوفوا معيه حسب وزارة التربية الوطنية. والعديد من التلاميذ كي يسولوا واشغطة إن شاء الله غادي يكون تسجيل ديال غيابه أو لا باقي ما غاديش يكون. فالإخوان اليوم خرجوا مجموعة من المؤسسة الستعليمية ديالي لديهم 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 إعلانات كي يضروا على هذه القاضية هذه. فمثلا غادي نشوفو الثانوية الإعداد ديال عين باللال كتقول بأن انطلاق الدراسة غادي يكون غدا كما تخبر إدارة المؤسسة جميع التلاميذ عن بداية تسجيل الغيابات ابتداء من نفس اليوم اللي هو غدا الاثنين إن شاء الله. كذلك غادي يمشيوا بالنسبة التناوية الخالية بنو أحمد الإعداد ياللي كينا بجهة السمسة كتقول بأن الدراسة كذلك عاد تنطلق غدا ملاحظة سيتم تفعيل تسجيل الغياب والحضور وراقيا وإلكترونيا ابتداء من التاريخ أعلى اللي هو غدا. غادي يمشيوا كذلك يعني التناوية الإعداد هي عشرين الغشت اللي كينا بجتو كيتبعها يتم تسجيل الغياب وكل تغيوب بدون مبرر مطالب بتبريري. كذلك غادي يمشيوا التناوية الإعداد ديال المغرب العربي كتقول بأنه آآ سيشرع في تسجيل الغياب كذلك يوم غدا غادي يمشيوا التناوية الإعداد يبنوا بطوطة بمديرية الإنسكان أنه ستشرع المؤسسة في تسجيل الغياب انطلاقا من نفس اليوم. كذلك بالنسبة التناوية الدخل الإعداد يحتاجها كتقول بأن الغياب غايتسجل وغايتمسكو من دومة مصار ابتداءا من يوم غدا. غادي يمشيوا كذلك التناوية البقالي كتقول بأنه آآ ستشرع الإدارة الترباوية في تسجيل الغياب. كذلك إعداديات الأطلس الجرف انطلاقا تكون كذلك بدورها بأنه سيتم الشروع في تسجيل الغياب على منظومة ما صار ابتداءا من يوم الاثنان على ضرورة إجدياز روائز التموضع وروائز تبع الأطار. إخوان هذه بالنسبة الإعداديات الرياضة اللي عدنا هذا العام هذا واحد المشروع الجديد يعني غيكون تجري به كين إعداديات اللي تختاروا هاد العام انهم ما يكونوا ديالي الرياضة. غايكون عندهم واحد رائز اللي غيبدا ويدوزو ابتداء من غدا كما كتشوفوا معيات تناوية الاسمين الإعدادية كتقول بأن الرائز الشفاوي غادي يكون غدا اثنين والرائز الكتابي غادي يكون نهار ثلاث. هاد الرائز هذا باش يشوفوا المستوى دي المتعلم ويكون يعني آآ يتم من بعد كذلك الدعم يعني وفق المستوى المناسب يعني اللي هي يعني المقاربة طارل يعني غايكون دعم حسب المستوى ديال كله متعلم واش المستوى دياله مبتدي ولا متوسط ولا نفو دياله زوين ولا كده يعني يطلع وغايكون عنده الدعم حسب كل المستوى يعني غايج معه التلاميذ غايج تفرقو لجروب وغتكون عنده مدة ديال تقريبا ديال شهر ديال الدعم آآ اللي هو طارل. فهدي يعني كما كنت لكم قضية جديدة بالنسبة الاعداد العاملي فانت كانت بالنسبة الابتدائي وهذا العام غا تكون بالنسبة الاعداد فقط يعني هاد القضية دي دي الروائز ودعم وفقا مقاربة طارل فالاخوان هاتشيكين في هذا الفيديو ده معنا كترش عليكم فابتدائم نقطة غا يتم تسجيل غياب بمجموعة من المؤسسة التعليمية كذلك اللي عندهم اعدادية الرياضة ضروري انهم يدوزوا الروائز ديالهم شكرا بزاف المتابعان تلقوا فيديو جديد عودة ميمونة لجميع التلاميذ والتلميذات ديالنا ليسر لكم هاد العام هذا تلقوا فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته